أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء على أهمية ترسيخ لفقه المواطنة وقوة الدولة الوطنية والوقوف صفا واحدا في وجه قوى الإرهاب والشر وكشف زيف الجماعات الإرهابية جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية بدولة الإمارات أننا نقف صفا واحدا في وجه كل جماعات التطرف والأرهاب وسفك الدماء وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هي كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالاتهم وأباطلهم خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعا